أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل وجهات الملك العمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية أن تنظيم المملكة لسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج الفورمولا ون وللمرة الثالثة عشرة يؤكد المكانة الكبيرة التي باتت تحتلها في رياضة سباقات السيارات وقدرتها الهائلة على تحمل كافة الإجراءات التنظيمية والإدارية لإقامة سباق ناجح بكافة المقاييس مشيرا إلى أن مملكة البحرين حققت العديد من المكاسب جراء استضافاتها لسباق الفورمولا ون حيث جعل أنظار وسائل الإعلام العالمية تتسلط بشكل إيجابي حول البحرين علاوة على المكاسب الاقتصادية والسياحية والثقافية ورحب سموه بضيوف المملكة وزوار حلبة البحرين الدولية وقال سموه إن الأسرة الرياضية في البحرين سعيدة للغاية باستضافة جميع المشاركين في السباق خاصة أن حلبة البحرين الدولية أثبتت جدارتها باحتضان فعاليات الفورمولا ون ومن فساتها حلبات العالم في التنظيم وحسن الضيافة والاستقبال وأكد سموه أن مشروع حلبة البحرين الدولية أصبح يجني ثماره في تنمية وازدهار المملكة على كافة المستويات والأصعدة في ظل ما تشهد من ازدهار ورخا بفضل قيادة جلالة الملك المفدة إذ أن مملكة البحرين وبتوجيهات من القيادة الرشيدة عملت على توفير كافة السبول التي تسهم في نجاح السباق وإظهاره بالصورة المتميزة التي تليق بسمعة مملكة البحرين عند استضافة البطولات والأحداث الرياضية المختلفة وأشار سموه أن الجائزة الكبرى للفورميلوان أضافت الكثير لاقتصاد البحرين والجميع متفق تماما على النتائج الإيجابية التي حققتها الفورميلوان في التنمية الاقتصادية وأن الفوائد التي حققتها جراء تنظيم السباق العالمي الكبير تشمل كافة القطاعات المتصلة بالسباق بالإضافة إلى أن مشروع حلبة البحرين تمكن من تحقيق أهدافه الرياضية والاقتصادية